نظمت دائرة التخطيط والمساحة في الشرقى لجسة حوارية حول قضايا الإسكان في إمارة الشرقى ومعايير تخطيط وتصميم المشاريع السكنية بحضو ساعة المهندس صلاح بن بطلم هيري رئيس الدائرة وعدد من مديري الدوائر المحلية والاتحادية تحت شعار الخطط الإسكانية لإمارة الشرقى مجتمع متنامي وغد أفضل محاور أساسية وضعتها دائرة التخطيط والمساحة نصب عينيها في الجلسة الحوارية التي ناقشت قضية الإسكان في الشرقى والحلول المناسبة للاسترشاد بها ووضع خطة متكاملة وهذيفة لتوفير المسكن الحضاري بناء على توجهات الكريمة لصاحب السمو حاكم البلاد حفظه الله ورعاه والمتابعة الكريمة لسمو ولي العهد تولي حكومة الشارجة أهمية قصوى لقطاع الإسكان نعمل نحن مع أخواننا وشركائنا في قطاع الإسكان من دائرة إسكان الشارجة من برنامج الشيخ زايد للإسكان مع وزارة الأشغال أيضا مع بقية الدوار الخدمية نعمل كلنا كفريق عمل واحد لتطوير الخطة الإسكانية لإمارة الشارجة جهود إمارة الشارجة واضحة في الدعم اللي قدمه وتكاملية الدعم مع برنامج الشيخ زايد الإسكان وكان أهم طبعا وجود الأراضي اللي كانت هي أهم معوق في تنفيذ القرارات الصادرة من برنامج الشيخ زايد الإسكان هذا كله يدل على مدى الحرص على سعادة المواطن تضمنت الجلسة دراسة آليات العمل والوقوف على أهم المعوقات والصعوبات التي تعرقل الإنجاز في أي موسسة حكومية وخاصة في مجال المسكن وتوزيع وبناء المجمعات السكنية وتسخير جميع جهودها وإمكاناتها لتحقيق الهدف المطلوب من سعادة المواطنين مؤشر السعادة مؤشر مهم مثل من تعرف لنا كثير من المساهمات في هذا المجال اليوم نسعى أن نوفر مكان لائق مكان مريح مكان تتوفر فيه جميع الخدمات المجتمعية نعمل على تقارب أفراد الأسرة في مكان واحد نعمل إن شاء الله نحاول نوجد الخدمات اللي يسعى لها المواطن تكون قريبة منه وتتوفر بالشكل اللائق الجهات اللي حضرت في هذا المؤتمر ودائلة تخطيط المساحة مشكورة بالتنظيم الطيب هذا اللي قامت به وفرت خطة مستقبلية للسنوات القادمة الحقيقة أن من حسن الحظ لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة أن توجد جهات محلية واتحادية تتنافس في تقديم الخدمة وفي طرح منتجات إسكانية في السوق وتقليل فجوة العرض مقابل الطلب خطة تكاملية واستراتيجية لغاية عام الفين واربعين ناقشتها الدوائر المشاركة في الجلسة الحوارية لوضع أطر وسياسات التعامل مع المناطق السكانية القديمة أو المتهالكة وضع خطة إسكانية شاملة لمواطني إمارة الشارقة ودراسة حلول للأعوام القادمة هذا ما ناقشته الجلسة الحوارية لدائرة التخطيط والمساحة لإخبار دار محمد الجنيذي